عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل السعود رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وفي بدء الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الإسلامية الشقيقة ولمواطني المملكة على ما عبروا عنهم انتهان وتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعين الجميع لاغتنام أوقاته والتعرض لنفحاته بصالح الأعمال والأقوال والتنافس في فعل الخيرات وأعبر مجلس الوزراء عن خلص التهاني والتبريكات وأصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي وللعهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ولمواطن المملكة وجميع الشعوب الإسلامية بهذه المناسبة وقدر المجلس المضامين القيمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والمسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك وما اجتملت عليه من دعوات صادقة وما أكده من تشرف هذه البلاد بخدمة بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وضيوف الرحمن والاعتزاز بما اتخذته المملكة من منظومة إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد وشكره رعاه الله لكل المرابطين في الحدود والثغور والممارسين الصحيين ومنسوب القطاعات العسكرية والأمنية وكل العاملين في قطاعات الدولة والمتطوعين من أجل خير الإنسان وصحته والتصدي لهذه الجائحة وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات جائحة فيروس كورونا على نطاق محلي وعالمي والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على ما يقدم لها من عناية ورعاية صحية ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير والمحافظة على الصحة العامة ونوها في هذا الصدد بالتوجيهات الحكيمة بسرعة توفير الفحوصات والكواشف والأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة للتصدي للفايروس وتوقيع عقد بقيمة 995 مليون ريال وذلك لإجراء 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا وزيادة السعة الاستعابية للمختبرات الإقليمية في مناطق المملكة وتدقيق الفحوصات وضمان جودتها وتدريب الكوادر السعودية وتحليل الخريطة الجينية وتحليل خريطة المناعة في المجتمع لعدد مليون عينة وكذلك بصدور الأمر الكريم برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقا وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كما تناول مجلس الوزراء ما توله المملكة من جهود على المستوى الدولي ومضيها في مواصلة مشاركاتها الدولية في مكافحة جائحة كورونا المستجد مشيرا في هذا السياق إلى المناشدة التي أطلقها قادة مجموعة العشرين للدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية كافة والأفراد بالإسهام في الجهود الدولية لمكافحة الجائحة وسد الفجوة التمولية وكذلك انضمام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك ضمن إطار التعاون الدولي لمكافحة الجائحة من بين 156 دولة من أعضاء الأمم المتحدة وبينا معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المجلس أشار إلى أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين أيده الله على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين لهذا العام 1441 للهجرة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 18 دولة حول العالم ويستهدف تفطير مليون صائم يجسد جانبا مما يوليه رعاه الله من تعاهد للأعمال الخيرة في هذا الموسم العظيم لإخوانه المسلمين بالعالم وتلمس احتياجاتهم إثر ذلك استعرض مجلس الوزراء عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية مشددا على ما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي وتأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة والعمل على التعجيل بتنفيذه مشيدا المجلس بمبادرة التحالف تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا في اليمن لما تمثله من استمرار الجدية والرغبة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في شهر رمضان ولدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على سلامة أمن ووحدة واستقرار اليمن واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها وعلى من تهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنه وقد انتهى المجلس إلى ما يلي اشتركوا في القناة